أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو تعيين الرئيس الحالي لهيئة الأركان العامة فاليري جريسيموفا ليكون قائداً للمجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية فإن استبدال القيادة يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد مرور أكثر من عشرة شهور على انطلاقها إذن بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه قرر الرئيس فلاديمير بوتين استبدال سيرجي سورو فيكين الجنرال المسؤول عن قيادة الحرب الروسية في أوكرانيا بآخر موالي له صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن خبراء أن الاستبدال الذي قبل بتعجب الكثيرين يشير إلى أن ما يحدث داخل الكريملين لا يتناسب مع ما يحدث على الأرض روسيا تغير قائد العملية العسكرية بأوكرانيا للمرة الثالثة تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت فيه إن الكريملين استبدل الجنرال سيرجي سورو فيكين الذي تم تعيينه قبل ثلاثة أشهر فقط كرئيس للقوات الروسية في أوكرانيا بآخر هو الجنرال فاليريك جيراسيموف الذي ساعد في تنظيم غزو أوكرانيا الصحيفة قالت إن تعيين جيراسيموف أحد أقوى المقربين والمهالين للكريملين يشير إلى تركيز بوتين على الاستقرار بدلا من تحسين النظرة العسكرية القاتمة لروسيا وهو الأمر الذي رجح الخبراء بسببه أن ما يحدث داخل الكريملين لا يتناسب بأي حال مع ما يحدث على الأرض بأوكرانيا الصحيفة أضافت أن تعيين الجنرال سورو فيكين في أكتوبر الماضي لقيادة القوات الروسية في أوكرانيا أدى إلى إنهاء أشهر من العمليات العسكرية المفككة التي قال محللون إنها ساهمت في أداء روسيا الكارثي في ساحة المعركة اتحول الجيش الروسي إلى حد كبير إلى الوضع دفاعي ما سمح له بتقليل الإخفاقات العسكرية لكن الجنرال سورو فيكين أطلق أيضا موجات من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تهدف إلى أشل شبكة الطاقة الأوكرانية مع حلول فصل الشتاء وبدأ أن الاستراتيجية تتهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للمدنيين الأوكرانيين وتقويض إرادة القتل استبدال سورو فيكين بالجنرال جيراسيموف قبل وفق نيويورك تايمز بالسخرية من بعض المدونين العسكريين الروس القوميين الذين قارنوا التعديل الوزري بلعبة الكراسي الموسيقية بين الحرس القديم العسكري في موسكو غير الفعالة وللمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق ديالة الخليل ديالة الصباح الخير إذن خلال ثلاثة أشهر ديالة تعيين قيادة أخرى لحرب بأوكرانيا وأيضا وسط مؤشرات عن تغييرات في الموقف الروسي وفق المعطيات على الأرض ماذا لديك في التفاصيل بهذا الشأن؟ نعم صباح النور عبد الرحمن قراءة للأراء التي وردت في الصحف الروسية أو على مواقع التواصل الاجتماعي محللون عسكريون يقولون بأن هذا كان منتظرا من الجهات التي لها رؤية وفهم للجيش الروسي ومطبخ الجيش الروسي صح التعبير وهناك على سبيل المثال الأراء كيف ستسير الآن العملية العسكرية ولماذا الآن هذه التغييرات؟ هناك من يرى بأن مع تعيين واليري جراسيم في هذا المنصب يقولون بأن كان يسير العملية العسكرية بشكل غير مباشر قبل عملية تعيينه والآن هو بشكل مباشر هو قائد القوات المشتركة الروسية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا هناك أحد البرلمانيين في مجلس الدومة الروسية يرى بأن من أولويات جراسيموف ستكون إبعاد خط التماس في جمهورية دانيازك والوغانسك وبشكل عام إبعاد الجبهة الدفاعية والمعارك عن المناطق الأربعة المنضمة حديثا إلى روسيا وهناك من يقول أو يرى هذا التعيين والتصريحات التي صدرت عن وزارة الدفاع الروسية التي قالت فيها بأن رفع مستوى القيادة في منطقة العمليات العسكرية يعني مرتبط بتوسيع نطاق مهام التي يجب حلها وضرورة زيادة التفاعل بين الفروع والقوات الروسية هناك من يرى بأن سيكون هناك هجوم أكبر وعملية عسكرية موسعة أكثر وأكثر حدة لكن بالعموم الجميع أيضا تطرقوا إلى أن سوراذيكين الذي كان يشغل هذا المنصب بوتين عينه حينها في ثامن من أكتوبر العام الماضي وفي العاشر من أكتوبر وبعد تفجير جسر القرم كان هناك استهداف كبير للبنية التحتية في أوكرانيا وينظرون إلى هذه التواريخ لأن كان هناك الثامن من أكتوبر الثمانية عشر والآن هو إداعش عشر عفوا إداعش واحد يعني يلعبون بهذه التواريخ وقولون بأن هناك انتظار وفقا للأراء المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعية أو عبر الصحف بأن هناك قريبا سيكون هناك هجوم كبير من قبل القوات الروسية في مناطق متفرقة لكن عديد من الأراء تجتمع على ضرورة إبعاد القصف الأوكراني عن المناطق السكنية أو المناطق المدنيين التي تركزون فيها إضافة أنهم يربطون هذا التعيين بتصريحات أمس للرئيس الروسي بلوديمير بوتين الذي أشار أن الوضع ما زال في هذه المناطق الأربعة صعبا ويجب تقديم دعم أكبر للمدنيين هناك وبطبيعة الحال الجميع قول بأن العملية العسكرية مستمرة وهناك من يرى بأنها قد تغير نمطها لكن هذه هي الأراء الموجودة حتى اللحظة في روسيا نعم عبد الرحمن شكرا لك من موسكو مراسلة الشرق ديالة الخليلي شكرا لك